نذهب الآن للزاميل محمد أبو عيطة للتعرف على ما تحقق من مشروعات حياة كريمة استفاد منها المواطنين في قرية العراقية بمركز الشهداء محافظة المنوفية نعم هنا في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية أربعمائة ألف مواطن تقريبا يسكنون هذا المركز القريب للغاية من عاصمة المحافظة مدينة شبين الكوم يمثل هذا المركز تقريبا 7% من إجمالي مساحة المحافظة المنوفية كما أنه أيضا يضم حوالي 120 تابع ما بين توابع صغيرة كالعزب والكفور وأيضا حوالي 27 قرية أم أو يعني قرى معروفة بالإضافة إلى أنه كل هذه التوابع والقرى الأم يعني تضمها وحدات إدارية خاصة بست وحدات محلية مختلفة نحن هنا اليوم لنتابع طبعا مشروعات حياة كريمة وكما نشاهد نحن في مدينة العراقية حيث هذا المظهر الحضاري وهنا نحدثكم من مركز شباب هذه القرية الذي تم تجديده وتوسعته وإدخال عديد من الإصلاحات ورفع الكفاءة عليه بفضل دخول واختيار مركز الشهداء ضمن محافظات وضمن المراكز 52 المحظوظة الأولى في ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري نحن هنا وسنتحدث الآن إلى الدكتور محمد السيسي وهو واحد من شباب هذه القرية قرية العراقية وهو أيضا متطوع من شباب حياة كريمة برحب بحضرتك يا دكتور سيد محمد برحب بحضرتك بسادة المشاهدين أولا لو تضع المشاهد في صورة قرية العراقية ما شاء الله يعني كل هذا العمل أصبح موجود الآن بفضل وجود حياة كريمة لديكم تمام يمكن من خلال سنتين اتنين نزلت هنا مؤسسة حياة كريمة زي ما نزلت في باقي كرة عندنا في المركز وتنقشنا هنا يمكن كن مركز شباب ده ولكن قبل التطوير زي ما عددك شايف المبنى بعد التطوير وهكذا الملعب وأدرجة عدد من المشروعات سبق في البنية التحتية أو على المحول الخدمي لو بصنا هنا للقرية ما قبل حياة كريمة هنشوف أن حياة كريمة أضافت لنا كتير جدا على مستوى البنية التحتية زي الصرف الصحي زي الغاز الطبيعي زي تبطين الترع عندنا هنا في القرية رصف الطرق سواء الطريق العام أو دائر الناحية يمكن لأول مرة يحصل عندنا هنا في قرية العراقية وهكذا في باية كرة مركز الشهداء توصيل الانترنت فائق السرعة برضو لأول مرة الكلام ده يحصل رفع مستوى أو شبكة القهرباء عندنا هنا في القرية وتوصيل أعمدة وكشفات النارة جديدة كل هذا على فقط المحور أو رفع البنية التحتية بالنسبة للقرية عندنا ما كانش في صرف الصحي أصلا؟ لا لا ما كانش في صرف الصحي ولا غاز طبيعي ولا برضو تم تدعيم ورفع شبكات المياه الموجودة في القرية أيضا بالنسبة بقى للمحور الخدمي تم إنشاء العديد من المشروعات أو رفع كفاية زي ما احنا موجودين هنا عندنا في المركز الشباب سواء المبنى الإداري الجديد سواء الملعب وتم تدعيم برضو المبنى الإداري بجيم حياة كريمة دعمتنا هنا بجيم بالنسبة للشباب أيضا تم إنشاء وحدة صحية جديدة تبقى للمعايير العالمية تمهيدا إن شاء الله لإدراكها في التأمين أو منظومة التأمين الصحي الشامل تم إنشاء أيضا نقطة إسعاف جديدة عندنا هنا في القرية وتم تدعيم أيضا تدعيم النقطة بسيارة إسعاف جديدة حياة كريمة أضافت كل هذا تم رفع كفاءة الجمعية الزراعية عندنا هنا في القرية أيضا تم رفع كفاءة مدرسة الشهيد أشرف حبيب الموجودة هنا عندنا في قرية العرية وإن شاء سوق حضاري وهكذا موقف خدمي بالنسبة للسيارات للمواطنين عندنا كل هزر تسهيل للمواطنين عندنا في القرية وبالمسة طبعا بالنسبة لي بقية الكرة الموجودة عندنا هنا في المركز الشهداء ما شاء الله يعني نسب الإنجاز تقريبا هنا في قرية العرية تعتبر قدية؟ والله في الوقت الراهن بفضل المشاريع تقريبا كلها انتهت في مشاريع أو الكم الأكبر منها تم أريد تسليمها للهيئات الخاصة بيها وممارسة النشاط بيها على سبيل المثال مركز الشباب عندنا هنا في القرية والمشروعات الأخرى اللي تم انتهاءنا جاري تسليمها إن شاء الله لممارسة العمل فيها دكتور محمد ما نتكلم عن مركز الشهداء بشكل عام بعد ما خلصنا الكلام عن العرقية مركز الشهداء تقريبا في حوالي من 350 ل400 مشروع مختلف في كل جوانب القطاعات الخدمية وطبعا يعني الخاصة بالبنية التحتية بشكل عام نسب الإنجاز تقريبا كم في المية لحد دلوقتي من إجمال المشروعات؟ نسب الإنجاز تتعدى حاليا في الوقت الراهن 90% بالنسبة لكل المشروعات الموجودة عندنا هنا في مركز الشهداء زي ما حدثت كنت تفضلت تم إدراج حوالي 490 مشروع في مركز الشهداء عندنا هنا تم العمل في حدود 350 مشروع بالمناسبة مركز الشهداء بفضل الله يعتبر من أكبر المراكز اللي أخذت ميزانية ومن أكبر المراكز اللي كان فيها حجم وعمل المشروعات اللي تمت إضافتها والعمل فيها عندنا هنا 6 وحدات محلية 6 وحدات محلية بالنسبة لست قرى أم على سبيل المثال مثلا قرية كفر عشما التابعة لوحدة كفر عشما اللي احنا موجودين فيها هنا التابعة لها قرية العراقية بيتم إضافة طبعا العمل على إنشاء تطوير البنية التحتية والمحاور الخدمية زي ما نقولت هنا بالنسبة للقرية وأيضا بالنسبة للوحدات الأمة إنشاء مجمعات الخدمية اللي هتسهل على المواطن كتير جدا وهتقلل التنقلات اللي كان بيتنقلها من مؤسسة الأخرى على نهاية قراءاته لأنها بتوفى للمواطن تقريبا في حوالي 8 خدمات تحت مبدأ الشباك الواحد زي على سبيل المثال مثلا مركز تكنولوجي شهر عقاري سجل مدني مكتب بريد وأيضا مجلس محلي عندنا تم إدراء بالنسبة أيضا للوحدات أو الكرة الأمة في المجمعات الزراعية اللي بتوفر جمعية زراعية بالنسبة للمواطن طب بطري إرشاد زراعي وأيضا مراكز لتجميع الألبان وأيضا هناك بعض المجمعات الزراعية اللي بتحتوي على بنك زراعي تسهيلا للمواطنين أيضا مراكز للأمومة والطفولة بالإضافة طبعا لباقيات المشروعات دكتور محمد كان لفت لنا أيضا في أثناء قدومنا إلى قرية العراقية وتجولنا في بعض القرى الخاصة بالشهداء هو أنه كتير من المشروعات الطرق الخاصة اللي بتربط ما بين القرى وبعضها انتهت بالفعل وأيضا جاري العمل في طريق آخر رئيسي بيربط المدينة أو يعني قرى مركز الشهداء بشكل عام والمدينة بشبين الكوم والله هو شبكة الطرق حصل فعناء لنوعية تماما يعني أنا بقول لحضرتك أنه الكرى نفسها يعني الطريق العام تم رصفه أوريدي لكن الجديد بقى بالنسبة لنا هنا في الكرى كلها لما يتم رصف شارع دائر نحية بالنسبة للقرية وإمكان ده ليه انعكاس طيب جدا من المواطنين وما أول مرة يشوفوا الأمور دي بتحصل عندنا طريق داخلي طريق داخلي في القرية تم رصفه بالنسبة للقرية هنا في قرية العرقية أو اللي بقيت قراء مركز الشهداء ده غير بقى طرق العامة زي ما حضرتك تفضلت تم ربطها سواء بشبين سواء بسادات سواء بمركز الشهداء أو مدينة الشهداء اتبع عليه أو يمكن هنا برضو حابب أنوح أن حياة كريمة لم يقتصر بس دورها على المشروعات ولكن أيضا اشتغلت على محمر بناء الإنسان يعني هنا في قرية العرقية تم تنظيم العديد من القوافل الطبية اللي كانت بتشمل جميع التخصصات وصرف أدواب المجان وأيضا عمل الإشاعات وعمل التحليل اللي لازم كل ده مجاني بالنسبة للموطنين ومش مرة واحدة مرات عديدة تم عمل عمليات بالنسبة للعمليات العاجلة عشان المساهمة في القضاء على قوائم الانتظار وكل ده تبع حياة كريمة تم تنظيم ندوات بالنسبة للقارئ هنا سواء إسعافات أولية سواء ندوات خاصة بالنساء سواء ندوات خاصة بالشباب برضو للعمل على محور بناء الإنسان كان هنا من قرية العرقية ما لا مشكر الناس لا مشكر الله حابب أتوجه بجزير الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا ريس وتحية مصر شكرا لك جدا دكتور سيدالي محمد السيسي كان معنا هنا من قارئة العرقية في مركز الشهداء وطبعا كل ما تفضل به بالحديث حول تنمية الإنسان بيندرج طبعا تحت مبادرة فرعية تحت من حياة كريمة وهي مبادرة انت الحياة وطبعا ألفت النظر في النهاية لأن مركز الشهداء هو واحد من مركزين في محافظة المنوفية بشكل عام مركز أشمون ومركز الشهداء هما ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري